بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم كيف الحال؟ كل الأخبار؟ معكم أخوكم ساعد مستر فيفا السي من الم؟ حقيقة حلقة الأسئلة والأجوبة إن شاء الله بإذن الله على طلبات الشباب الكثيرة بنخليها إن شاء الله كل السبوعين وكل عشر أيام حلقة بإذن الله طيب سلمان يقول كيف كان شعورك بعد تحقيق الريال الحادي عشر؟ ياه سلمان الذكريات جميلة الجميل جمال الذكريات هذه الريال الريال الحادي عشرة واحد عش واحد عش خالد من ساعد يقول ليش أبو فريح ما ينزل فيديوهات يا صاحبي أبو فريح ينزل فيديوهات يا خالد في قناتها وقناتها برضو في الدسكريبشن أبو فريح في ام جي دائماً وأبداً يمكن منشغل فترة يراحت ما نزل لكن أبو فريح موجود وينزل في قناتها يا صاحبي مقاطع التباس اللي قوش تابع أنمي ومن الشخصية مفضلة لك أضعني برضو جوابت الفيديو اللي رايح أتابع أنميات كثير لكن رؤيته وشيها يتاتشي يابو محمد المطيري يقول ساعد ودينا نشوف ملتي جيمر يسوون تحديات بالكورة طبعاً مو بفيفا بما أنكم تشقون شي اسم الكورة جربوا والله كثير جرتنا طلبات كذا يا صاحبي بالذات زي مقاطع الأجانب يطلع لك في ملعب ولا شيء لكن الأجواء عندنا ما تساعدون أخوكم هذا واحد هل أنت شايف للجرب ملتي جيمرز أو لا؟ أعجبك هيئة الأجسام الموجودة حقيقة؟ طيب عزوز يسأل هل تتوقع أن يوم أنكم أساست ملتي جيمرز سيكون من الأفضل أن تبدأون بقناة جديدة أو لا؟ قناة مسترفية فصالة إلى ملتي جيمرز كان كأختصار لا أكثر ولا أقل أختصار بعد أن نبدأ من الصفر على الأقل اختصر للنصر مشوار يقول هل تنزلوا انطباع مسلسات غارية موثلونز في قناتكم الثانية إن شاء الله قناة ثانية تكون عامة على المسلسات والأفلام بشكل عام كابرو ما غيره؟ ما أدري يا أفضل ديكابرو يقصد عزيزين ديكابرو نفسه ما ينشني ضريف يا أخي أبن الله يسلمك محمد الشمر يقول ساعد منه أكثر واحد تفوز عليه بالمكتب بما أنك لم أحددت لعبة فتوقع أنك تكسب شكل عام شكل عام الجميع ضحاياي هنا حقيقة بالمكتب ياه أرشتني يا أخوة أرشتني يا أخوة شفت؟ أرد أحمد هذا الجلد ما يسوي يا محمد علاوي محمد يقول لك هل ترى ان الانزلقات أو الامبراشات في فيفا 16 يبالغ فيه؟ ولا لا شف يا محمد يعتمدون أخوك في شيء اسمه فن الامبراش كتاب أصدرته هنا قبل أربعة شهور تحصله عندك في التسكريبشن فيفضل أنك تحمله يوه فهد شلبي يقول مجهود تشكر عليه يا أخوي مسترفيف أحمد الله رزقنا بشخص مثلك يا أطيكل الله يعافيك الله يعافيك يا مع القلبي يا شلبي يا فهد شلبي من عائلة الشلبي والله هو نعم ترى بكي بلحن ده من العيال عاشق ميسي كما يشبناك تلعب بالحب بامبيرسي تكفى نزل فيديو له خاصة للمفورم والله مجموع نشهد يا صاحبي بإذن الله يزلي بس 11 وما بعد لعبت بامبيرسي ولا جيررد جيررد يقولون نزل ثمانية وثمانين حقيقة من نسخة أوروبا في فال 16 أو ثمتين وش الأشجال يتخطون لها في المستقبل والله يا صاحبي عندنا نشغلات كثيرة إن شاء الله لكن من ضمنها أو أهم شيء حاليا اللي هو قريبا إن شاء الله راح نطلق موقع مولتي جيمير لاسترا يقول كيف تكون قناة أزورها هاي مستقبلا وهل شباب المكتب بشاركون معك فيها شباب مكتب ممكن يشاركنا ريزو أكيد إن شاء الله بيكون ريزو موجود سام ستة ممكن يشاركنا وبرضو كم شخص إن شاء الله من خارج القناة الأساسية مخططي لها إن شاء الله كم شغلة جميلة بإذن الله من المسؤولة على المنتاج والرف في مقاطع القناة أزورها هاي شخصيا لي منتج وأرفع وأشتغل فيها قناة ملتي جيمير مع أبو المشاميش وأنا أبو المشاميش وأبو المشاميش هو صاحب أكثر اللمسات الإبداعية في ردة حقيقة كيف تعرفت على أبو المشاميش أبو المشاميش في فيفا 2014 الظاهرة فيفا 2015 فاز ميعيب قبوي حقيقة فاز قبوي خمسين دولار صدفة صدفة جميلة صراحة والظاهر من المسج الصوتي أو المسج أرسله موجود عندي في الجهاز القديم فأبو أحط الكوية ماتك الصرخوي بذر و أعطيك العافية و ترى معي بغريبة عليك بالنسبة لللاعب هو أيمار لعبا فيك خطة أربع خمسة واحد مركز سي اي ام ثلاث أيام و تتلمزات شمال سريق مرينجيز فكان جايني وقته كان يقول أهلين ترى ما يحتاج تعطيني ما حمشين نفس تعرفت عليك و كذا كان أخلاق أول ما شميش جميل جمالة ذكريات هذه حسان بن علي يقول يا سعد كان عندي لك سؤالين السؤال الأول شنو أفضل برنامج و أسهل برنامج لمنتاج الفيديوهات أسهل و أفضل إن جمعت شيين شوية تلقاه صعبة تلقاه برنامج واحد لكن عموما عندك كنت بي سهل عندك سوني فيغاس بشخصينا أستخدم فاني الكت أريح كثير بالنسبة لي و شنو أفضل برنامج تسجيل ألعاب بي سي فرابس و في حق شادو بلاي عبد الرحمن الراشد يقول صار على تحديات ضد الأجانب ليه تركتها و سعدويات و شطار عليها يهو عبد الرحمن بإذن الله التحديات سوف نرجع له إن شاء الله مع فيفا 17 فيفا 17 صراحة للاسف كنت مرة نقصر فيفا لكن مع 17 إن شاء الله بالذات إنه نوقعني كم عقد كان شغال الشباب اللي سافر و اللي و اللي بالذات دوحة دوحة قاعد فترة في تركيا فصارت شوي بربسة فأجلناها إن شاء الله كنسلناها و معنا إن شاء الله مع فيفا 17 بإذن الله أسكار أحس إن القناعة بتفكها السنة هذه مدري ليش العموم الله يوفك يوفك إن شاء الله يا أسكار عن شكلك فهمت المنشن غلط ترى أنا أقول كس عني لا أحساسك ما أنا بي أحساسك كس عني ليش ما سألتني طيب يا أسكار ميقرن يقول كم مرة حقفت الديفجن 1 فيفا 16 15-16 المرة الله يخلي الشباب و أقوم بتاتهم حقيقة مروان يقول أبو داحا مش سلم تجنبك اللعب فيفا 16 هي متابع لقناة لاحظة الشيء لا والله يا مروان لا هو تجنب ولا شيء لكن ما عندنا وقت نخوف زي ما نشايف سواء في رمضان أو حتى قبل رمضان ويلي يقول ليش ما تكون في سلسلة تستعرضون للعاب جديدة وتعطونا رأيكم عنها والمقاطلة اللي مثل ستايل دارك سورد استمتعت فيها وشاعدة ممتعة هذا أهم شيء بالنسبة لنا يا ولي من ضمن الأشياء اللي بنسويها إن شاء الله بنسوي فقرات أخبار بنخليها بشكل يومي حتى ممكن في اليوم أكثر من مقطع ديقيقتين ثلاثة خبر جاء عن الجايمينج أو عن لعبه معينة نسوي تسجل فيديو زي كذا وسألطيك خبر فهذه من الأشياء اللي نوين نسويها إن شاء الله قريب أما الاستعراض والعراء بالنسبة للألعاب مشكلة اليوتيوب يأخذ وقت تجي نسوي أدت بالذات تتكلم عن اللعبة لازم تجيب كل الجوانب تأخذ وقت سواء في التسجيل سواء في تنظيم المقطع وإنتاجه المنتجة بشكل عام هذا الشيء إن شاء الله بيكون في ملتي جيميرز تتكون نعم يا صاحب يكون لنا إن شاء الله موقع ووب سايت الأطلاق إن شاء الله خلال أسبوع أسبوعين بالكثير راح نطلق إن شاء الله الموقع طبعا نشكر شكرا لله واحدة أولا وأخيرا لكن نشكر محمد البسيمي ما قصر معنى صراحة محمد البسيمي ما قصر معنى صراحة محمد البسيمي ما قصر معنى صراحة الموقع الأول عربيا حسب تصنيف أليكسا سعودي خاص بالألعاب الله يطيك العافية يا محمد كم معنى خطوة في خطوة ما قصر معنى بملاحظاته ورشداته صراحة نشكرك يا أبوه سباستيان يقول أني أرى قناع عن أي نوع وحان وقت وقطافه حوالا وقوة الله بالله انتم ابدال الحربي يقول له فاز عليك اسلام 6 فصخة القناع تواصل باقي حلقات بدونه ولا بترجع تلبسه طيب أول شي اسمه تشيل القناع مبتا فصخ القناع تشيل ونعم اذا فاز اذا فاز طيب ماجد مطيري السلام عليكم السلام شونا بخير عندي سؤال أتمنى أتجاوب عليه من الزمان وش السبب اللي خلاك أنت والشباب تجتمعون بقناة واحدة وحبك يا حبك الله هلدي حبتني فيها ماجد أي شيء يا صاحبي اذا كان فيه تعاون المحوظة أن تظهر نتيجة أفضل تظهر نتيجة جميلة مرضية فإن شاء الله هذا الشيء ملتي جيمز إن شاء الله تكون تعاوننا شي جميل بالنسبة لك شي جميل جمال فالطوم تقول هل فيه مقطع وفكرة ترددت وتنزلونها ولم نزلتوها لقيته وردت في الإجابية من المتابعين إذا كان جواب نعم فهل مقطع وشكراً المقطع لديك مستر فيفا شو هذا واحد في مقطع ثاني صراحة كان فيه نقاش احتد النقاش فيه كثير كان يمكن يوم نسالف عنه الفيديو سام وعزيز اللغة العربية هذا الفيديو كنا مترددين النزلة أو لا أنا بمعنى أصح أنا كان لي شوي تحفظ على الفيديو قلتنا اللغة وكذا وكذا لكن قالوا إنها طابع كوميدي وفعلا فكرة كوميديية وشفنا الانتباع من الشباب كان لايكات جميلة عبداللطيف وش رايكي بعرض باتل فيلد الجديد جميل يا صاحبي وإن شاء الله بننزل فيديو بكرة أو بعدها بخصوص باتل فيلد ورن البيتا أو الألفة زيد يقول هل في مشاريع ناوي عليها قناة ملتي جيمرز وهل المكتب قريب من كل أضاءة ولا لازم يومين تمسكن الدائري قريب مننا كلنا مع داريزو وعزيز حقيقي همر يضربوا مشوار طيب بالنسبة للمشاريع الجديدة لدينا إن شاء الله كذا مشروع جاي في الطريق لكن الأول والقريب إن شاء الله بعد سبوع بإذن الله سيكون لنا موقع ملتي جيمرز الموقع خاص بالألعاب وأيضا بيكون فيه قصد للأفلام ومسلسلات فالموقع يا زيد هو أول مشروع له إن شاء الله قريب زي ما قلت إن شاء الله سبوع أسبوعين بإذن الله شيك علينا بيكون فيه جي 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 جوائز جميلة محمد يسأل هل أنتم موظفين ولا وظيفتكم ام جي المتفرغ الام جي عندي أعمال خاصة لكن الشباب أغلبهم موظفين كلهم تقريبا ما هذا سام سام اللي يدرس أحمد يقول لك هل أنت من معبين يتوندو إذا نعم فما هي الإلعاب اللي تفضلها عندهم؟ طبعا ماريو الأسطورة زلدة لكن ما أنا متأمن قبدا في يتوندو جدا يقول ما رأيك حول التويتش وضعف الإقبال عليه من قبل الجيمرز العرب وما هي برايكها من القاطر يتساب في طغير البطن العربي لا التويتش مشتهر مرة عندنا إلي العرب ذات الجيمرز حتى أنا أدخل كم بث أو كم ستريم أجنبي أشوف عرب موجودين لا يا صاحب موجود وكل شيء لكن منافسة لأني اليوتيوب اليوتيوب قوي مقارنة في تويتش وعننا إن شاء الله سيكون توجهنا اليوتيوب ولكن مشكلة اليوتيوب تشات لا أكثر أو الأقل إذا حلوا مشكلة تشات خلاص ديفل رونالدو من كم داعمك أول مفتاعة القناة؟ دوحة أي طرف أقول لك همي أربع وشن ساعة صراحة هولي يشجعني حتى نفتاع القناة وشاب في تويتر ما يقصروا أخير كنت أطلب لتويت كثير كنت نشبه حقيقة نواف ناصر يسأل وشو يتغير في أبو المشاميش بعد الدوري والكاس وشو يقول في السومة؟ مشاري يا صاحبي أنا أول مرة في حياتي أشوف جنز أخضر عند أبو المشاميش يطلع في المناسبات الخاصة في الويكند بس أحمد القحطان يقول ساعد هل يجوز أشخاص يعملون خلف الكواريس ما نراهم ولكن نرى تأثيرهم في المحتوى المقدم ويلا يتسوي معهم مقابلة وتعرفنا عليهم إذا فيه حياك الله يا أحمد أبو المشاميش يسوي كل الثمميلات التصاميم حقاتها للصور المقاطع أبو المشاميش اللي يصممها وكذلك الفيديو الإنتاج أبو المشاميش ما شاء الله تبارك الله يقيد ساعات حيانا ما يقصر والله كذلك ريزو عبدالله يقترح علينا شغلات كثيرة صراحة بذات الإلعاب للعباء البي سي وكذلك عزيز ما شاء الله عليها ما يقصر يعني مقاطع عزيزي اللي تشوفه أنت منتخباته هو اللي يشتغل هذه الحالة وفيه أشخاص كثير صراحة نأخذ باقتراحاتهم سواء من تويتر أو سواء من حياتنا الشخصية من الأهل وكذا وأتكلم بسبع عم مع الشبان والشكر برضو لله ولكم حقيقة عيد العتيب يقول لك هل ممكن فريق من أجل مقاطع يوميا وما رأيكم بالله هذه منقطة مهمة أعطونا رأيكم في الكومنت تكفون هل تفضلون مقاطع كل يوم؟ مثلا الساعة 4 لأصل أو تفضلون كل يومين أحس كل يوم التكرار مع أن المقاطع تكون منوع لكن لا أشعر يوميا أن شيء كويس أعطونا أنتم رأيكم أنا صراحة مناوين نخطط مناوين السناليون يمشي على أن يكون كل يومين مقطع أعطونا رأيكم في الكومنت خالد يقول لي رأسك مثلث رأسك مثلث خالد اخرص يا شيخ ماذا تضحك علي؟ هيا خالد بعبيدي يقول سؤالي لك هو كلمة توجهها للمتابينك الشباب ما شاء الله اللي يطلع لهم اللي يطلع لرونادو اللي يطلع لمسي طرح ما يحتاج يعني تعلمنا وتبثرنا تجينا في إيميل و سناب شات و انساب و تويتر و انستجرام خلاص يعني ما بت... يعني تكرسنا إناين يا بيت واقع في الفترة اللي راحت بالذات في رمضان الكومنتات كانت أغلبة تكرار صراحة أو العيكات على اللي يقول لك لكن مالتي جيمرز مظلمين في عدد المشتركين أو عدد المشاهدات شف يا صاحبي اللهم لك الحمد والشباب كلهم عندهم قناعة ما يهمنا ان يكون مليون مشاهدة أو مليون و خمسمية قاعدين عنا في صعود صحنا بطيء لكن بثبات و مرتاحين و فكونا تكون الكلام ذالي تحس انه مو بمعبط لا لا يجيك يقول لك ليش ما تحطون عنوان الموضوع شي ملفت مثلا يقول لك حط حدي الفاكيجات عزيز بغي يموت ضحك لا حطت حدي الفاكيجات مع عزيز ادخل انتوا و شيف الفيديو يعني ما نسعى ننبربس و نحط اشياء تعالوا لا مقاطعنا واضحة وعناوينا واضحة و الصورنا واضحة و ما فيها شي ترى إذا حطيت عنوان ملفت لكن هذا يعني قناعات و زي ما قلت لك عنا مقتنعين جدا اللهم لك الحمد لك شي الهم يا صاحب أبدا روك نحن مبسوطين جدا جدا و مقتنعين فيك عموما هذه حلقة الأسئلة والأجوبة الله يرطيكم العافية تأخرنا و زي ما قلت هذه ان شاء الله نوين خليها كل 10 أيام أو كل سبوعين حلقة يرطيكم العافية يا شباب مشغورين نراكم على خير ان شاء الله